السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح ناخذ محاضرة بعنوان السيل بالبداية نجي نعرف الخلية انه الخلية هي الوحدة الهيكلية والوظيفية لجميع الكائنات الحية ورح نشوف انه الخلية بمصطلح ثاني انه هي اللي رح يصنع لي الكائنات الحية حتى تقوم ببعض الفعاليات اللي تخليها على قيد الحياة وشن هاي الفعاليات قلنا انه ممكن تكون الربروديكشن، الموبمنت، القروث، نيوترشن والآخرين ورح نشوف انه اول عالم شاف الخلية جو المايكروسكوب هو ليفن هوك بينما اول عالم استخدم مصطلح الخلية هو روبورت هوك رح نيجي على السيل فيوري نظرية الخلية هي مجموعة من آراء ومقترحاتatu المجموعة من العالم حول الخلية شافوا ان كانوا أنه كل الكائنات الحية تتعلف أما من خلية واحدة أو أكثر من خلية اذا أول ا ساب risse انه كل الكائنات الحية تتعلف크�يolve من خلية واحدة أو أكثر من الخلية النقطة الثانية شافوا انه كل الكائنات الحية تتصنع من خلايا سابقة بمعن أن الخلية ضاعف المادة الوراثية فبالتالي راح تتقاسم وبالتالي راح يصر عملية التكاثب والنقطة الثالثة رجعوا أنه قالوا أنه سيل is the basic unit of structural and functional in all living organisms أنه الوحدة الأساسية والهيكلية والوظيفية لجميع الكائنات الحية وراح نشوف أنه كل الخلايا لها ثلاث أشياء مشتركة بغض النظر عن الخلية واللي هي أول وحدة الغشاء الخلية اللي يفصل بين داخل الخلية وخارجها المحيط الخارج النقطة الثانية اللي هو cytoplasm والنقطة الثالثة اللي هي المادة الوراثية اما هي تكون DNA أو الر وراح نشوف أنه الخلية تحته على شيء كل مهم نسميه البروتوبلازم اللي يفصل بين الخلايا الحية والخلايا غير الحية زيان هم قالوا أنه قبل شوي أنه كل الكائنات الحية ما تتألف من خلية واحدة أو أكثر من خلية تنقسم الخلايا إلى مجموعتين أوكي على أساس شنو على أساس أنه الحجم والتركيب الداخلي والجيني تركيب الجيني مالاتي وراح نشوف أنه الكائنات الحية الأورغانيزم اللي رح تصنع من خلية واحدة نسميها يوني سيلولر أحادية الخلية أوكي ومنه الأمثلة على أحادية الخلية اللي هي مثلا اليوغلينة البراموسيوم واليست وش بيهم دولة السنجل سيل اللي هما حنسميها البروكاريوت بدائية النواات إنه تتميز بعدما حتوها على عضيات خلوية وغلاف نووي وبالتالي إنه رح تكون المادة النووية مبعثرة بالسايتوبلاز فإذن أول شغلة قسمها والخلايا لمجموعتين أوكي على أساس شنو على أساس الحجم والتركيب الداخلي والتركيب الجيني وأول مجموعة هي البروكاريوت اللي تكون أحادية اللي تتميز بعدما حتوها على عضيات خلوية وغلاف نووي وبالتالي رح تكون المادة النووية مبعثرة بالسايتوبلازم ورح نشوف منه الأمثلة مالاتهم شوفنا جمعات البراموسيوم واليوغلينة واليست المجموعة الثانية اللي هي الملتسيليلور أورغانيزم اللي الأورغانيزم اللي تتكون أكثر من خلية أوكي ومنهم من الكائنات أو منه من الأورغانيزم اللي تحتوي على أكثر من خلية همه البلانت والأنيمولز والفنغس أوكي ورح نشوف انه هذا يسميه الإيكاريوت حقيقة النووات رح تكون عكس البداية انه تحتوي على أضيات خلوية وغلاف نووي فهذا اللي ميزها عن السنجل سيل رح نيجع على النقطة اللي بعدها هو السايز انه حجم الخلاء رح نشوف انه كل الخلاء متفاوتة بحجمها أوكي فجزء من عدها رح يكون كل شيء صغير ما نقدر نشوفه بالعين المجردة نختار انه نشوفه جوه المايكروسكوب ومثال بسيط انه البكتيريا فرح نسميها المايكرو أورغانيزم أو السيل اللي ما نقدر نشوفه بالعين المجرد نسميها المايكروسكوبك أما اللي ممكن تكون كلش حجمها جبير واللي نقدر نشوفها بالعين المجرد اللي نسميها المايكروسكوبك ومثال عليها مثلا البلانت وشنو الوحدة اللي نقيس بها حجم الخلية نسميها المايكرو ميتر واذا جينا شفنا انه اصغر خلية أوكي هي المايكرو بلازمة ومقارنة رح نشوف انه اللارت سيل أوكي اكبر خلية هي بيضة نعم رح نيجي على الخلايا اللي تكون بالهيومن أوكي الحجمهم رح نشوف انه اصغر خلية أوكي موجودة بداخل جسم الانسان هي بالميل أوكي بينما الاكبر خلية رح نشوف اللي تكون بالفيميل اما تكون long اطول خلية هي nerf سيل رح تكون elongate يعني تكون طويلة وبنفس الوقت رح تكون متفرع رح نيجي على النقطة اللي بعدها هي shape of the سيل shape نفس الشي رح تكون انه اكو تفاوت باشكال الخلايا هاي اول النقطة النقطة الثانية رح نشوف انه هذا التفاوت يعتمد على function of the سيل اذا اول شغلة انه رح نشوف كل الخلايا متفاوتة بشكلها بنفس الوقت الحجم رح نشوف انه هذا التفاوت بالشكل يعتمد على function of the سيل النقطة الثالثة انه اغلب الخلايا رح يكون شكلها ثابت لكن اكو بعض الخلايا انه ممكن لها قابلية انه تغير شكلها ومنه هاي الخلايا اللي تغير شكلها هي اليوغلينة والاميبي وانا جينا اخذنا بعض انواع الخلايا ورح نجي نشرح عنهم جينا اول مجموعة من الخلايا هي الار بي سي الريد بلاد سيل كرية دم الحمراء واذا جينا شفنا الاسم الثاني ما لاتنسميه الاريثرو سايت الاريثرو سايت رح نشوف انه شكل كرية دم الحمراء هي دائرية الشكل دورة حياتها تقريبا 120 يوم دائما تكون بدون نوات يتم يعني يصير عملية انتاجها بنخاع العظم وتحت على الهيموغلوبين اللي ينقل الـ O2 من الرأي الى كافة انحاء الجسم والنورمال رينج مالتها تقريبا هو 5 مليون كل مليمتر مربع اذا جئ نقارن الـ RBC بالـ White BC اوكي كرية دم البيضة والاسمها هي ليكوسايت ليكوسايت اوكي راح نشوف انه ليكوسايت دورة حياتها مقارنتين بالـ RBC من 5 يام الى 21 يوم عملية انتاجها راح يكون جزء منها بنخاع العظم والجزء المتوقع بالطحال والغدد اللنفاوية تكون دائرية وغير منتظمة الـ Color مالتها راح يكون Clear او Colorless يعني ما عده لون محدد النورمال رينج مالتها راح يكون من 4 الى 11 الف خليل كل مايكرو ليتر اوكي هنا راح يكون نوع واحد هنا عندنا اكثر او يكون نوع هو granular granular الحبيبية وغير حبيبية واعتمدون على سميناهم حبيبية وغير حبيبية الاعتماد على سايتو بلازب ورح نيجي على اخر نوع اللي بالهي الشيب اللي طويلة اوكي وبنفس الوقت راح تكون متفرعة ووظيفتها الاساسية انه راح تكون بنقل الاعازات العصبية اشتركوا في القناة